قعطبا تتحرر من ميليشي الحوثي للمرة الثانية متى ينتهي خطر الميليشي على محافظة الضالع والمناطق التي حولها هل ستتقدم القوات الحكومية أم ستتوقف عند الحدود الشطرية القديمة أهلا بكم تمكنت قوات عسكرية من المنطقة العسكرية الرابعة والحزام الأمن والمقاومة الشعبية من تحرير منطقة قعطبا من ميليشي الحوثي في معركة كبيرة أطلق عليها معركة قطع النفس هذه القوات لم تتحرك بهذا الشكل عندما كان الحوثي يقتحم الحوشة واجبا وبقية المناطق المحاذية للضالع الأمر الذي وضع علامات الاستفهام خلال الأسابيع الماضية لماذا تجاهلت الحكومة والتحالف والحزام الأمن أيضا مسألة إسقاط الحوثي لمناطق الوسط خلال الفترة الماضية المعرك الدائرة في قعطبا ومريس أدت إلى نزوح مئات المدنيين الذين لم يجدوا سوى العراء يحميهم من لهيب الحرب وسط غياب تام للأجهزة الحكومية والمنظمات الإنسانية ولجان الإغاثة العاجلة معركة قطع النفس في قعطبا بالضالع أسفرت عن تحرير المنطقة من ميليشيا الحوثي ولا تزال المواجهات مستمرة لاستكمال تأمين المنطقة واستعادة المواقع التي سيطرت عليها الميليشيا خلال الأيام الماضية العملية العسكرية التي أعلنتها المنطقة الرابعة لمشاركة قوات الحزام الأمني والمقاومة الشعبية جاءت ردا على محاولة ميليشيا الحوثي العودة إلى مناطق جنوب البلاد التي فقدتها قبل نحو أربعة أعوام هذا التصعيد من قبل القوات الحكومية جاءت بعد انتقادات واسعة من الأداء السيء لوحداتها في المنطقة وقيادتها في عدن والذي جعل ميليشيا الحوثي تسيطر على مساحات واسعة من المديريات الواقعة بين محافظتي إب والظالع والسؤال الآن هل ستتوقف القوات الحكومية عند الحدود الشطرية السابقة بين الشمال والجنوب أم ستستمر في تحرير وتأمين الأرض باتجاه كامل المناطق الوسطى لا علاق لا غذاء لا حاجة بقعضبة الآن ما فيش معانا أي مأوة ولا شيئين من الضمات أين الناس ليش ما يشوفون على الصعيد الإنساني خلفت المواجهات وضعا مأساويا إذ أضطر مئات المدنيين للنزوح هروبا من نار الاشتباكات حيث لا مأوى ولا التفات من الحكومة أو المنظمات الإغاثية وبما أن مدينة قعطبة مثلت خلال الأربعة أعوام الماضية مركزا للنازحين من أبناء المديريات الوسطى فإن المعارك التي شهدتها المدينة خلال الأيام الماضية ألقت بظلالها السيئة على الأوضاع المعيشية والإنسانية الصعبة بانتظار تدخل عاجل من قبل الجهات المعنية خذلان الشرعية والتحالف لمشروع المقاومة في موريس ودمت وجبا هو من أوصل الوضع إلى أن تطرق ميليشيا الحوثي أبواب الجنوب مجددا وما لم تتحد الجهود لمواجهة المشروع الحوثي فلن يصبح أحد في مأمن من هذا الخطر في مختلف الجغرافية اليمنية خلال الأعوام الماضية ركنت قيادات الجيش والحكومة والمكونات الجنوبية على ذلك الفاصل الجغرافي الرفيع بينها وبين ميليشيا الحوثي والذي بقي يتلقى الضربات فيما الجميع يخوض صراعا عبثيا في عدن وحين خارت قوى هذه الجغرافية عاد الحوثي كتحديد حقيقي ليدرك الجميع ما الذي كان يحدث خلال أربعة أعوام فهل سنرى عملا عسكريا مختلفا هذه المرة؟ إذن مشاهدين الكرام اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الذي سيكون معنا في هذه الحلقة الأستاذ فؤاد مسعد المحلل السياسي عبر الأقمار الاصطناعية من عدن كما سينضمعه آخرون عبر الهاتف بداية المساء الخير أستاذ فؤاد مرحبا ومساء النور لك والأستاذ المشاهدين أهلا بك معنا وتمكنت القوات الحكومية من استعادة السيطرة على مدينة قعطبة شمال الضالع بداية ما هي آخر التطورات العسكرية والميدانية في الضالع؟ الحقيقة أنه يعتبر عمل عسكري كبير تمثل في تحرير مدينة قعطبة المرتبطة بشكل مباشر وبشكل وثيق مع مدينة ومديرية ومحافظة الضالع تعتبر البوابها الرئيسية تحريرها شكل تأمين إلى حد بعيد من الناحية العسكرية ومن الناحية الأمنية الذي تم إلى الآن هو تأمين محيط مدينة قعطبة مع بعض المواقع القريبة من المدينة والتي كانت تشكل تهديد لمدينة قعطبة أيضا ما تم ارتباطا بجبهة موريس الصامدة منذ أكثر من أربع سنوات أنه تم فتح الطريق الرئيس الرابط بين الضالع وموريس عبر قعطبة وتأمين هذا الخط المهم وهو الخط الحيوي الذي يدعم ويرفد جبهة موريس بالدعم وبالعتاد إضافة إلى أن الميليشيات خسرت كثير من المواقع فضلا عن مدينة قعطبة هي تتراجع في مواقع غرب وشمال قعطبة والمواقع التي تسللت لها عندما سيطرت على قعطبة أيضا فقدتها وهي الآن في وضع المدافع لكن دفاع بائس ودفاع ينحسر بفعل تواجد أكثر من قوة عسكرية في الهجوم سواء من جهة موريس وجبهتها في الغرب وفي جنوب غرب أو من الضالع عبر الجبهتين الرئيسيتين قعطبة شمالا وسناح وحجر في الشمال الغربي نعم إذن للمرة الثانية تنكسر ميليشيا الحوثي أمام جبال الضالع ما هي رسالة الضالع هذه المرة للميليشيا الحوثية برأيك عزيزتي وكننا تحدثنا في السابق بعدما أسقط الحوثيون جبل ناصة في أواخر الشهر قبل الماضي أن السقوط ناصة لا يعني نهاية التاريخ في هذه الحرب ولا حتى في هذه المعارك الحوثيون يدركون جيدا ما الذي يعني أن يتقدموا باتجاه الضالع الضالع التي انتصرت عليهم حينما كانت تعداد المقاومة بالعشرات وبأسلحة شخصية بينما كان الحوثيون وحليفهم صالح يمتلكون الجيوش ويمتلكون المعسكرات ومع ذلك لم يتمكنوا من إحراز انتصار مكتمل الأركان في مدينة ومديرية الضالع من الطبيعي أن تكون هزيمتهم اليوم أقصى وأكثر وجعا بالنسبة لههم خاصة بعدما تحولت دولتهم وجيشهم إلى عصابات وميليشيات تجيد التسلل والاختراقات بينما على الطرف الآخر هناك الحزام الأمني يمتلك قوة رادعة وقوة حازمة إضافة إلى قوات الدعم التي كانت موجودة في المعركة إسناده بلواء صاعقة إسناده أيضا بكتائب من ألوية العمالقة أيضا كان هناك رافض وتعزيز شعبي كبير ومنقطع النظير لأن هناك يقين أن الحوثيين مندحرين وأنهم منهزمون ولم يعد بالإمكان يعني أنه ليس من العقل ومن المنطق القبول بتحرشاتهم في هذه المناطق القوية نعم إذن لو تحدثنا عن أهمية استعادة قاطبة للضالع ككل الأهمية يعني واضح أنه أولا تأمين لمحافظة الضالع من الجهة الشمالية ولو أنه تعتبر بقية المديرية الخاضعة لمليشيات الحوثي لا تزال تحتل ذات الأهمية لكن بحكم ارتباط قاطبة بالمجمع الحكومي بسناح وبالخطة الرئيسية المؤدي إلى الضالع فإن ذلك يعتبر تأمين ضروري وتأمين مهم الضالع لا يمكن أن يكون انتصارها مكتملا ما لم يتم تأمين هذا الانتصار انتصار الضالع متوج يعني اليوم بتحرير مدينة ومديرية قاطبة ومثل ما توجده أيضا في 2015 عندما تآزرت قوات المقاومة قبل أن يتشكل الجيش الوطني في موريس وتم إسقاط معسكرات موريس بالإضافة وبالتوازي مع المواقع التي كانت بين قاطبة والضالع وتم تحريرها فكان نصرا مكتملا لأركان للضالع ولموريس ولهذه الجبهتين القويتين تم تأمين المواقع الخاضعة التي خضعت خلال أيام لمليشيات الحوثي تم تأمينها وباتت المنطقة بشكل كامل يعني يتحكم فيها الطرف المناهض لمليشيات الحوثي هذا مما ضاعف خسارة الحوثيين وأجبرهم على التراجع من كثير من المواقع حتى التي لم يصل إليها الهجوم نعم إذن أستاذ فؤاد لو تحدثنا أيضا عن المناطق التي تتمركز فيها مليشيات الحوثي في الضالع الآن أين تكون؟ المليشيات انسحبت إلى مواقع في غرب مديرية قعطبة وفي الشمال الغربي هذه المواقع سيكون من السهل دحرهم منها في حال استمر التنسيق والانسجام والتخطيط المشترك بين قوات الجيش الوطني الموجودة في جبهة موريس وبين قوات الحزام الأمني والعمالقة والقوات التي دعمتها من جهة الضالع إذا استمر التنسيق مثلما تم في عملية تحريق قعطبة فإن الانتصارات ستكون لصالح الجيش والقوات الحكومية والحزام الأمني في هذه المناطق ولن تتوقف هزيمة الحوثيين في هذه المناطق بل ستتواصل إلى جميع مناطق العودة التي لم تسقط في يد الحوثي إلا بفعل أعمال الخيانة والغدر التي دابت عليها بعض القواء الانتهازية التي كانت لها ارتباطات مشبوهة سواء بنظام عبدالله الصالح من النفوذ مشيخي أو عسكري استغل ضد المقاومة وطعنات غادرة بتسليم كثير من المواقع والمناطق هذه الأعمال العسكرية التي تتواصل وإذا استمر التنسيق على ما كان عليه فإنه لن تتوقف هزيم الميليشيات في هذه المناطق وستتواصل حتى أطراف إب إذن في ظل هذه النقاط التي تحدثت عنها أستاذ فؤاد ومسألة تقدم المقاومة هنا وهناك أود أن أعرف منك أيضا ما هي المناطق التي ما زالت تحت سيطرة ميليشيا الحوثي وكيف هي أوضاعها أو هل يمكن أن تكون هناك مواجهات في هذه المناطق المواجهات كما سلفنا هي الآن في غرب في مناطق قريبة من الفاخر الفاخر مركز تسوق ومركز فيه يوجد كثير من الكثافة السكانية الحوثيين ركزوا على هذا المركز الفاخر على اعتبار أنه يربط بين مناطق حجر القريبة من الضالع وأيضا مدينة قعطبة الآن الأنظار تتجه نحو هذا المركز حيث تتواجد بعض العناصر والقواء الداعمة للحوثيين أنظار الجيش الوطني والحزام الأمني تتجه نحو معركة الفاخر وتليها معركة مرتقبة في جبهة أو ما كان يعرف معسكر 30 مدرع في جبهة حماك حيث كانت توجد القوة العسكرية التابعة للواء 30 الذي انسحب عقب تقدم الحوثيين هذه أهم المناطق وهي موجودة شمال غرب قعطبه وغرب قعطبه بالإضافة إلى منطقة العبارة التابعة لحجر والتي لا تزال تشهد بعض أعمال تسلل من قبل الحوثيين لكنها تواجه بشراسة من قبل الحزام الأمني وقوات الصاعقة الموجودة في مناطق حاجر بالإضافة إلى معارك انحسرت في الفترة الأخيرة في مديرية الأزارق من جهة مديرية ماوية هناك كانت تحدث بعض أعمال تسلل لكن أثبتت فشل الحوثيين لأنهم لم يستطيعوا أن يتقدموا فيها رغم أنه لم تكن هناك قوة كافية وقوة رادعة تتبع الحكومة والحزام الأمني لكن ميليشيات الحوثيين خسرت الكثير من عناصرها دون أن تحقق شيئا بالتالي فالآن الأنظار تتجنح جبهتي حمك والفاخر باعتبارها جبهة واحدة وجبهة العبارة ومعضة أعمال التسلل التي تقوم بها الميليشيات للنفاذ إلى منطقة حجر ومنها تهديد سناح مرة أخرى لكنه لم يعد بتلك القوة إذن أستاذ فؤاد ماذا عن جبهة موريس؟ وراحظ أنها جبهة منفصلة تركت واحدة تخوض معركتها بعيد عن أي دعم أو إسناد حكومي لماذا؟ بالعكس المجريات اليوم في قعطبة لا يمكن أن تكون مفصولة عن جبهة موريس جبهة موريس التي تصور البعض أنه بسقوط كعطبة أنها ستصبح على وشك السقوط أثبتت العكس ومن كان يتصور أنها موريس محمية ببعض المناطق المجاورة كعطبة سقطت لكن موريس استمرت في صمودها وهذا أثبت أن موريس لم تكن محمية بقدر ما كانت حامية موريس أثبت أنها تحمي الجميع سقطت كثير من المناطق في شمالها وفي غربها وفي جنوبها لكن صمودها استمر وعلى العكس لو لم تتحرك قوات جبهة موريس في شمال وشمال غرب وشمال شرق كعطبة في السيطرة على المرتفعات والمواقع التي تسيطر على نقيل الشيم الرابط بين كعطبة وموريس لما كان لهذا الانتصار أي جدوى خصوصا أن الميليشيات وإن انسحبت من المدينة فإنها كانت بسيطرتها على هذه المواقع تظل تهددها لكن وجود قوات جبهة موريس شكل عامل حسم وعامل مهم وهذا ما أدركه جميع الفاعلين في تحرير قعطبة أدركوا أهمية أن تكون موريس حاضرة بقدر ما موريس تتضرر من سيطرة الحوثيين على قعطبة فإنها أيضا تستفيد وأيضا كانت جبهة موريس حاضرة ولا تزال حاضرة في جميع المعارك الحوثيون كانوا يخوضون معركة قعطبة من محورين محور المدينة والمناطق القريبة منها والمواقع القريبة منها وأيضا محور التسلل الذي وصلت عبره إلى نقيل الشيم لكي تقطع الطريق على جبهة موريس وهي تظن أنه بالسيطرة على هذا الطريق أنها ستكون أسقطت جبهة موريس لكن أثبتت أنها كانت واهمة وواهية بفعل الضربات التي تلقتها من جبهة موريس عبر التنسيق الذي تم خلال الفترة الماضية وهو الذي توج بالانتصار في مدينة ومديرية قعطبة وهو ما ينتظر لهذه الجبهات كلها هو الانتصار ومزيد من التلاحم لأن الميليشيات بقدر ما أثبتت أن أعمال التسلل هي التي استفادت منها لكن في أعمال المواجهة الحاسمة إذا ما تم الإعداد للمعركة فإلا الميليشيات هي التي تخسر نعم إذن يعني لو تحدثنا أستاذ فؤاد بطبيعة الحال كلما تحدث هناك مواجهات ويحدث تطهير لبعض المناطق أو اجتياح من قبل أمليشيات الحوتية هناك حالة إنسانية تحدث بطبيعة الحال يرجي الحديث عن مأساة نزوح ويعني تهجير في ظل غياب للمنظمات الإغاثية هناك هل لا حدفتنا عن الوضع؟ لا شك أن الوضع الإنساني تأثر كثير في مدينة ومديرية قعطبة والقرى القريبة منها أولا أن الأعمال الحوثيين وتسللهم وقصفهم يعني كان يسبق سيطرتهم القرى القريبة من قعطبة شهدت أعمال نزوح عندما كانت المعارك في العود نتيجة القصف الذي كان يطال قرىهم أيضا كثير من الأسر والأهالي في قعطبة بدأوا أعمال النزوح والتشرد حتى قبل وصول الميشيات لأن القصف العشوائي من قبل الحوثيين استمر في هذه المناطق وبالتالي هذا يعني ضاعف من حجم التبعات والتداعيات الكارثة الإنسانية على نطاق واسع يعني إذا ما ذكرنا أن هذه المناطق هي مناطق كثافة سكانية مرتفعة هو مناطق سكانية تعتمد في حركتها على أعمال الزراعة التي أنحسرت بفعل المواجهات الأخيرة وهذا يعني زاد من فاقم الوضع الإنساني وزاد من كارثيته فضلا عن أنه كان ربما بكثير من المنظمات لم تتمكن من الوصول بفعل أن المواجهات تطوق كثير من الطرقات والمنافذ وجعلت المنطقة شبه محاصرة إضافة إلى أن العمل الإغاثي والإنساني في هذه المناطق ظل مهمشا الفترة طويلة ولم تكن حاضرة حتى وهي تتجرع ويلات هذه الحرب منذ اندلاعها في 2015 نعم إذن أستاذ فؤاد برأيك كيف يمكن تأمين باقي مديريات الضالع الحشة دمت جبن في ظل كل هذه التحركات التأمين لا يكون تأمين الضالع بشكل عام إلا كما يقال عسكريا أنه خير وسيلة للدفاع الهجوم إذا ما هجمت ميليشيات الحوثي وأدى انحسارها إلى أن تتراجع كمرحلة أولى إلى داخل إب لكي تتأمن جميع مديريات ومراكز وقراء الضالع المرحلة التالية ربما تكون تحرير إب وهذا ما يعني يبدو مرتبطا ويبدو وثيق الصلة لأنه لا يمكن أن تبقى الأوضاع على ما هي عليه لأن حالة المراوغة مع الميليشيات وحالة البقاء مدافعين هذه تخدم الميليشيات الميليشيات أثبتت أنها هي التي تستفيد كثير من حروب الاستنزاف وحالات اللا سلم واللا حرب هم الذين يوظفون كل طاقتهم وإمكاناتهم لأنهم جبهة متحدة وجبهة واحدة مقابل ما تظهر عليه قوات وجبهات الحكومة الشرعية كجزر في كثير من الأحيان جزر متنائية وأحيانا جزر وجبهات متصارعة فيما بينها فلابد أن يستمر التنسيق على أكمل وجه حتى يتم واجهة ودهر هذا الخطر هل تتوقع أن هناك استمرارية لهذا التقدم خاصة كما تفضلت بالحديث أن للأسف الشديد القوات الجيش الوطنية فقط إما مدافع وإما رد لهجوم لم نعرف أن هناك تقدم من قبل الجيش الوطني خاصة في هذه المناطق هل تتوقع أن المعارك ستوقف بعد تحرير قاطبة أم أنها ستتواصل إلى ما بعد الحدود الشطرية أنا أتوقع بفعل تواصلنا مع كثير من قيادات الجبهة سواء جبهة الضالة قاطبة أو موريس أنهم يدركون جيدا أن البقاء في حالة الدفاع خدم الحوثيين خلال أربع سنوات ويجعل الضالع في مرمى نيرانهم مرة أخرى رغم أنه تم ضرب كثير من مراكز الحوثي وتم إضعافه خلال هذه الفترة لكن هناك حالة يقين ووعي أن لدى الجبهة التي تواجهها الحوثيين على الأقل في محافظة الضالع وفي جبهة موريس أنه لا بد أن يتم دحر هذا العدو الذي لا يلتزم حتى باتفاقاته مع العالي ومع المواطنين لأن كثير من مناطق العود خضعت لمنطقة المساومة ودفعت الثمن لاحقا لأن الحوثيين لم يلتزموا باتفاقاتهم مع أبناء المنطقة وبالتالي فإن مواصلة المعارك ودحرهم عن هذه مناطق العود وصولا إلى أطراف إب هو العمل الحقيقي الذي يدرك أهمية المقاتلين سواء في الضالع أو في موريس نعم إذا اسمح لنا أستاذ فؤاد أن ينضم معنا لأستاذ بسام القاضي الناشط في المجال الإنساني ينضم معنا عبر الهاتف من عدن مسأل خير أستاذ بسام نعم أستاذ نور سرور أهلا أهلا بك طبيعة الحال أستاذ بسام في كل مناطق المواجهات تشهد هذه المناطق موجة نزوح جديدة الذي حدث في قاطبة الضالع يعني حسب الأخبار أن هناك مأساة ونزوح في ظل غياب المساعدات الإنسانية والمنظمات حدثنا عن الوضع طبعا من الوضع في سمال محافظة الضالع وخصوصا في المناطق التي تشهد المواجهات مع المناطق تحيير مدرية قاطبة ومدرية حاجر ويضا الوضع في سناق ويضا مدرية ومحافظة الضالع سبقا المناطق الواقعة على حدود مدرية ماريو بتابع المحافظة سعز اللي هي بمدرية الأدالق عارب محافظة الضالع حالات النجوح كبيرة جدا هناك أكثر من عشرة آلاف عشرة نزحت من هذه المناطق التي تم أحصى بياناتها وأعتقد أن العدد مضاعف لهذه الأحصائيات كون تلك المناطق كفافة سكانية كبيرة فيها خصوصا مدرية قاطبة للسياة تجاوز عدد سكان 150 ألف نسمة وبالتالي لصف سكان مدرية قاطبة وحدها نازحون بسبب هذه الحرب كونها المنطقة الأكثر استدادا للمعاركة معامل السياة الرسولية وبالتالي غياد المنظمات الدولية المعنية بتقديم المساعدات الإنسانية للمشربين والإسر النازحة التي تعاني أوضاع إنسانية آية للصعوبة ونحن حتى اللحظة تحركنا لدى جهات كثيرة هناك تجاوب بأنه سيتم لكن على الواقع لن يتم أي غافة حتى اللحظة سواء القاسلة التي قدمتها جولة الإمارات نعم ما هي أبرز احتياجات هؤلاء النازحين تحدثني عن عدد كبير بسام 10 ألف نازح لا يجدون أين يسكنون لا يجدون المأوى لا يجدون الغذاء هذه كارثة إنسانية بحق في ظل عدم موجود المنظمات 50 ألف لسماء بالطبع هم يحتاجون إلى مواد إياء من فرش وبطانيات وخيام وطرابيل وأيضاً خزانات للمياه حمامات متنقلة إيقاد مخيمات لهؤلاء العشر النازح المشر وإذن السلة الغضائية ليعودوا إلى وضعهم الطبيعي عشرات عشر أو مآثر عشر مشردة خطيصاً في مناطق حجر وحدة هناك تم رصد أكثر من خمسة آلاف عشر ما يقارب 30 ألف نسمة هم يشردون في القبال وفي الهديان وفي الكهوب وينامون في العراق وهم بحاجة مات إلى أغاثة عاجلة نتمنى من القطوم الشرعي أن تتحرد للنظمات الدولية للمرسد الملك السلمان لأغاثة هؤلاء الناس الذين يعانون أوضاع إجتماعية صعبة في ظل تجاه الأعلامي لمعاناتهم للأسف الشديد الأعلام دائماً يركز على المعارس والقرب ولكن لا يتناول الأعلام معانات هؤلاء الناس من آثار الحرب التي شرطتهم من منازلهم بشكل كبير عياب كل للمنظمات الدولية من المفضل السامي لشؤون اللاجئين من اليونيسيف من المنظمة السقعة العالمية محافظة بحجم محافظة التفصال لا يوجد فيها متشفى ميداني لتقديم الخدمات للجرحة الناس تموت في الطرقات بسبب عدم وجود العيادة الطبية المتكاملة من حماية مركزة والمجهزة بأحدث المستردين لكونات عددات الطبية هناك تداوب من قبل الوزارة السقعة بأنه سيتم تزويد مستشفى النسطة القارع ومستشفى الميداني بالأزارة وقبل نظم السقعة العالمية بالاحتياجات الطبية لكن للأسف شريد الأمر تأخر كثيراً ولا يحتاج إلى تنفيق ولقاءات وعطالة الأمد هناك الماشاة الكارثية وبحاجة إلى أغاثة وعيواء عاجل بحاجة إلى تنقل بالقانب الإنساني وتقديم السلال الغذائي وتقديم الأيوات وتقديم المواد الصحية والمساعدات الصحية اللازمة يجب أن تتحرك منظمة السقعة يجب أن تتحرك برنامج الأعظم العالمية يجب أن تتحرك منظمة الصحة ويجب أن تتحرك مركز الملك سلمان ويجب أن تتحرك على المنظمات الدولية وأيضاً في المقدمة الحكومة الشرعية يجب أن يقول لها سواء بداية أستاذ بسام نتحدث عن دور السلطة المحلية هل قدمت شيء؟ هل كان لها دور؟ هل هي موجودة لتدعم هؤلاء النازحين؟ الدولة في محافظات الثالع قائبة ولا وجود لها للأسف الشديد لا وجود للدولة ولا للسلطة المحلية سلطة المحلية لا تعرفكم عدد من نازحين مع داخل محافظات الثالع ولا تعرفكم عدد الأسف الشرع من الأجار ولا من حاجر ولا من غيرها اللي قال المجتمعيهم بادرت أغيثهم التي أطلقها مؤسسة قابلة للتنمية الإنسانية والتي يديرها الميدانية الدكتور ماجد عوات رفضت حتى اللحظة ستة آلاف حالة عشرة إنسانية بما يقارب ستين أكثر من ستين ألف نسمة تحتاجون إلى مساعدات رائعة عاجلة هذه البيانات تم تقديمها إلى رئيس العقوم وتم تقديمها وتم عرضها على الكثير من المنظمات ونحن على استعداد تهم في حملة غيثهم الإنسانية وهي حملة تطوعية بشكل خاص أن نكون أندى فاطل لأي منظمات دولية طبيعا نجل من هذه القاعدة التي بذلنا فيها جيد كبير حتى استطعنا رصد وحصر هؤلاء للإسراء المشردة نحن عبر مدبر قناة من قيس ندعو المنظمات الدولية على استعداد كامل لتسليمهم قاعدة البيانات والتنسيق لهم وإيطانهم لهؤلاء المستحقين وما عليهم إلا أن يخدموا لهم المساعدات الإنسانية العاجلة من إيواء ومساعدات رائعة إذن إيش اللي ينقص الحكومة الشرعية وإيش اللي ينقص من المنظمات الدولية مدامينات في مبادرات شبابية وفي جهود مجتمعية للمساعدة هؤلاء على الإسر منطقة حجر وحدها المجتمع المغيب بحاجة لهذا الإنسانية قادر على تقديم أي خدمات لهؤلاء الهشر المشردة للأسف الشديد محافظة الظالع أو السلطة المحلية في الظالع لم تنجل لتعاين أوضاع هؤلاء النازحين لم تجور العزارق ولم تجور حجر ولم تجور سناق ولم تجور صعتبة ولم تجور المريض ولم تجور العيد ولم تجور المنظمات الدولية العاملة في الظالع لم تقلب نفسها لمعاينة الواقع بشكل عام قابلة إماراتية وصلت إلى الظالع خمسمائة سلة غضائية وإذن خمسمائة طرش وخمسمائة بطانية وغيرها من المواد نوائية وهذا جهر طيب للدولة الإمارات استقابة للحفلة التي أطلقناها في إمبادرة في غزون وبالتالي الوضع لا زال كارث هو أن نقرر ونقرر وندعو وأننا سنكون على ثم الاستعداد لمعاولات أي منظمات دولية سواء كان أو محلية أو حفوم الشرعي بالنساء لغادر فؤلاء النازحين لا يحتاج أساقير ولا يحتاج أساقير يحتاج إلى غاثة عاجلة وطارة في حكم الوضع الكارثي ونتمنى من خلالك بسام أن يكون صوت هؤلاء النازحين قد وصل إلى الجهات المعنية دعني أسألك أخيرا أين يتمركز هؤلاء النازحون ما هي المناطق الأكثر إقبالا تحدثني عن آلاف من النازحين نعم بساما ما زلت معنا ها العام استمعت للسؤال لا عيد السؤال نعم يعني أود أن أعرف منك تمركز النازحين في أي المناطق يعني تشهد أكثر إقبالا لهؤلاء النازحين منطقة حجر هي المنطقة الأكثر استقبالا للنازحين النازحين خصوصا نظر في مديرية الأزارف هناك أكثر من تتمائة أسرة ما يقارب ثلاثة آلاف نسمة نزحوا إلى مناطق كثيرة نزحوا البعض منهم نزحوا إلى مدينة الظالح والبعض منهم نزحوا إلى مدينة المتامير مخافة لحك والبعض منهم نزحوا إلى مدينة الحبيلين مخافة لحك والآخر نزح منهم إلى عدن أيضا في مديرية حجر ويجغل إلى مناطق الحصين وإلى مدينة الظالة وإلى الوضح وإلى كناح وإلى الشعيب أيضا في مريس هناك إسر نازحة نزحت إلى المدينة ونزحت إلى الظالة ونزحت إلى الحبيلين أيضا في قعطبة هناك إسر نزحت إلى عب ونزحت إلى رمار ونزحت إلى كناح ونزحت إلى المدينة بالصالح ونزحت إلى الحبيلين وإلى عدن أماكن النزوح كثيرة ومتعزدة لأن الظالة لا تستطيع تتعب كل هؤلاء النازحين ولا يوجد هناك منازل للإيجادة وبالتاني هناك المدارس الصعبة الكثير من هذا حال في حجر وسناء والوضع المناطق القليل لكن لذا الوضع كانت تحاجع إلى 70 مخيمات لأولاء العشر المشاركة ومناطق في هذه المنطقة بمكان المنظمات القليل ينتقل هناك مخيمات لإستقبار الأولاء العشر وغافتهم بشكل عام نعم إذن شكرا جزيلا لك بسام القاضي الناشط في المجال الإنساني كنتم عبر الهاتف من عدن نعود إليك أستاذ فؤاد أستاذ فؤاد استمعت لحديث الأستاذ بسام هو يتحدث عن هؤلاء النازحين المنسيين إن صح لنا القول من جميع الأطراف لا منظمات إغاثية مهتمة لا كبيرة عاملة في المجال الإنساني ولا غيرها ولا حكومة أيضا تسأل عن هؤلاء نحن دائما نناشد الحكومة الشرعية الجيش الوطني بالتدخل في مناطق المواجهات ولكن في الجانب الإنساني نجد ألا وجود لها حقيقة لماذا برأيك؟ أولا كما تفضل زميل بسام أنه ضعف وجود السلطة المحلية يشكل حتى مبرر لكثير من المنظمات في أن تغيب عن المشهد حضور السلطة المحلية على الأقل حتى في دعم هذه المنظمات بالمعلومة والمعلومة تعتبرها الأساسة التي على ضوءها تتحرك هذه المنظمات إلى المناطق المتضررة وجود هذه السلطة معرفة السلطة بما يدور في المناطق الخاضعة أو الواقعة تحت مسؤوليتها يجعلها قادرة على التخاطب مع هذه المنظمات أو أن العكس والذي يحدث أن المنظمات التي تظل تطرق أبواب مسؤولي السلطة المحلية وفي كثير من الأحيان وكثير من الحالات لا تجد من يتفاعل معها وهذا يشكل لها إما أن مبرر للانسحاب وعدم التوجه إلى هذه المناطق بمبرر أنه لا يوجد تأمين أو لا توجد معلومات كافية أو لا يوجد القدر الكافي من المبررات لدعم هذه المناطق وإما أن تعتمد على أساليبها وطرقها في الوصول أولا إلى هؤلاء المتضررين من خلال بعض النشطاء المحليين أو بعض المنظمات الموجودة في الميدان أو أن يظل الدعم والتعامل محدود وفي كثير من الحالات غير مجد لأنه إما لا يصل إلى المستهدفين أو أنه لا يصل إلى هذه المناطق بحكم أنها لا تزال تعيش حالة الحرب ولا يوجد الاهتمام الكافي لا من المنظمات ولا من السلطة المحلية في إيصال هذا الدعم إلى المستحقين نعم إذن أستاذ فؤاد يجري الحديث عن قوات مشتركة مولي الشرعية التي استعدت قعطبا أود أن أسألك ما هي هذه القوات العسكرية التي تشارك في معارك دحر ميليشيا الحوتي من الضالع هل كلها تمتمي للجيش الوطني؟ معروف أن معركة القعطبا خاضتها بدرجة رئيسية قوات الحزام الأمني ومن بقوا من أفراد وقيادات اللواء ثلاثين مدرع الذي كان موجودا في جمهة حمك وانسحب بعد تقدم وسيطرة الحوثيين على مناطق العود وصولا إلى قعطبا هذا اللواء الذي يقودها هادي العولقي شكل مع الحزام الأمني قاعدة صد رئيسية لا يمكن تجاهلها أيضا تم رفضها بقوات من العمالقة وقوات العمالقة وجودها كان ضروري وكان قويا لأن هؤلاء أفراد العمالقة هم تلكون قدرا كبيرا من الخبرة ومن المعرفة وواجهوا الحوثيين خلال السنوات الماضية بعضهم جاء من الساحل الغربي وبعضهم ممن خاضوا مواجهات ضد الحوثيين في معارك تحرير عدن ولحج وأبيان والظالع وبالتالي كان وجودهم دعما قويا بالإضافة إلى أنه في الأيام الأخيرة تم تعزيز هذه القوات بقوة تتبع اللواء الأول صاعقة وهو لواء حديثا للتشكل مدعوم من دولة الإمارات عبر المجلس الانتقالي أيضا هناك وجود للواء 82 الذي يقوده صلاح الشمفرة هو موجود في قعطبة وموجود أيضا في موريس وإن كان الضغط على قعطبة وعلى الظالع دفع كثير من منتصب هذا اللواء لتعزيز جبهة قعطبة بينما في موريس توجد قوة اللواء الرابع الذي محوره أب وهو موجود في منطلقه الرئيس جبهة موريس والواء 83 الموجود منذ العام 2015 وهما يتبعا الجيش الوطني فيما معروف من يتبع الحزام الأمني والصاعقة لهم صلة ارتباط ودعم بدولة الإمارات نعم إذن أستاذ فؤاد من الذي يقود هذه العمليات هل الجيش الوطني المتمثل بالحكومة الشرعية أم الإمارات الداعمة للحزام الأمني يعني القيادات هناك قيادات مشتركة من قيادة هذه الوحدات قائد الحزام الأمني موجود منذ البداية هو وجود فاعل وداعم ورئيسي سواء في معارك موريس أو في معارك قعطبة أيضا قيادات العمالة موجودين وهم تم تشكيل غرفة عمليات مشتركة بالإضافة إلى قيادة محور الظالع ممثلة بقائد محور الظالع ومحافظ الظالع اللواء علي مقبل وهو قائد اللواء 33 مدرع وهذا الذي لم نذكره في البداية هو اللواء كان فاعل ويمتلك القوة المسلحة والسلاح الثقيل وكان موجودا وحاضرا منذ البداية هو يمثل محور الظالع ويمثل أيضا اللواء 33 ويمثل محافظة الظالع ويوجد فيها الكثير من الخبرات العسكرية المخضرمة بقيادة اللواء علي مقبل بالإضافة إلى أنه توجد غرفة عملية تتبع التحالف ويوجد تنسيق كبير مع قيادة الجبهة في موريس عبر اللواء الرابع واللواء 83 كل هذه عوامل مشتركة وعوامل ساهمت في تحقيق هذا الانتصال يوجد قدر كبير من التنسيق والتناغم في المواقف وحتى في الأداء القتالي في الميدان الخبرة خلال الفترة الماضية أجبرت الجميع على أن يتعامل بروح المسؤولية بعيدا عن الصراعات تغليب لغة مصلحة أهمية التصدي لميليشيات الحوثي على بقية العوامل الصراعية التي تنشأ هنا وهناك نعم إذن أستاذ فؤاد لو تحدثنا عن نقطة وهي منذ تقدم الميليشيات باتجاه الضالع من العود والحشى نحن نتحدث لما لا يتم توفر الدعم لقوات المقاومة التي تتساقط جبهتها واحدة والأخرى وكان الحديث عن عدم وجود الدعم برأيك لما انتظرت الشرعية والتحالف أيضا وهذه القوات المشتركة تقدم الحوثيين إلى قعطبة والأزارق ثم بدأ التحرك وإرسال التعزيزات ما هي الحكمة برأيك لأنه في الغالب الحكومة هو أداء كثير من قيادة الجيش يظل في انتظار أن يقوم بردة الفعل على الحوثيين يعني كثير من استراتيجية الجيش خلال متابعات ورصد أداء كثير من الجبهات والمناطق يثبت أن بعض قيادات الجيش يظلون في انتظار ما الذي سيفعله الحوثي لكي نقوم بالرد عليه ولكي نتصدى أو لكي نقوم نحن بردة الفعل بينما يظل الحوثي هو الفاعل وهذه الجبهات هي المنفعلة وهذا هو الخطأ الاستراتيجي الكبير الذي جعل المناطق تتساقط تحت سيطرة وسطوة ميليشيات الحوثي إذا لم تغير هذه القيادات استراتيجيتها في تعامل مع الحوثيين باعتبارهم خطر يجب درؤه ويجب تحرير البلاد من هذا الخطر وليس قوة أمر واقع ونحن نكتفي بمجرد التصدي لهم لأننا في هذه الحالة نضع الجيش الوطني على قدم المساواة مع الميليشيات من الناحية المادية ومن الناحية القانونية حتى لأنه إذا لم تتحرك الشرعية لاستكمال وتحرير بقية المناطق فإنها تتساوى مع ميليشيات الحوثي وهذا يضعف موقفها الخارجي والداخلي على السواء نعم إذن نهاية أستاذ فؤاد برأيك كيف سينعكس هذا النصر على الجبهات الأخرى في الضالع؟ الجيش الوطني وكثير من الجبهات يدركون جيدا أنه في حال تم إعداد لأي معركة فإنه سينتصر وأن الميليشيات ستخسرها لا شك كثير من المواقع وكثير من المدن والمناطق التي تم تحريرها أثبتت للجيش الوطني لكثير من المتابعين والمراقبين أن الحوثيين لا يمكن أن يصمدوا في معارك حقيقية وفي مواجهات حاسمة يتم إعداد لها وقع طبعه يتعتبر آخر مثال ولن تكون الأخيرة إذا ما تم استمرار التنسيق واستمر أداء الجيش الوطني وبقية القوى التي تناهض ميليشيات الحوثي هي معلوياتها عالية وكلما حققت انتصار تسعى لتحقيق المزيد منه لأن تحقيق مزيد من الانتصارات تأمين مزيد من المناطق ويعني أيضا إضعاف ميليشيات الحوثي التي أنهكت خلال الفترة الماضية لكنها استطاعت أن تتعافى لبعض الوقت ولبعض التحقيق بعض الأهداف الحوثيين يتراجعون بعد أن قاد جلسة مجلس الأمن الحوثيين لم يعد لديهم شيء يقدمونه في هذه المناطق سواء الغدر والاغتيالات وأعمال التفجير وأبناء المناطق لم يعودوا بحاجة للمزيد منها وهذا ما جعل التلحوم الشعبي رديف للعمل الحكومي والعمل الجيش الوطني والعمل كل الفصائل التي تقاتل الحوثيين السند الشعبي يقف دائما مع الجيش ومع الحكومة ومع أي قوة تواجه وتناهض وتقاتل ميليشيات الحوثيين نعم إذن شكرا جزيلا لك المحلل السياسي فؤاد مسعد كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من عدن أشكر لكم أيضا مشاهدين الكرام لحسن متابعتكم لأن ألتقيكم في مسانما إن جديد كنوا برعاة الله وأمن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة